اشتركوا في القناة النادي الاهليين حابب اوضح بعض النقاط علشان خاطر الوقت ده حساس جدا والوقت ده مهم جدا ان احنا لازم نركز فيه مباراة بكرة لازم نركز فيه مباراة المقولين والزمالك الاثنين يعني جزء لا يتجزأوا وبالتالي يعني صورة في الوقت ده اكيد هي غرض معايد او الغرض وهو غرض وكيل اللاعب او السمصار الخاص باللعب مش بتكلم على واحد بعينه او بتكلم على واحد باسمه انا بتكلم فيه وكلاء اللاعبين بشكل عام ان كل واحد عايز سواء لنفسه وبالتالي انتشار صورة في الوقت ده بالشكل ده اعتقد واضح جدا الهدف منها وهو انتشار البلبلة في معسكر النادي الاهلي وبين الاهلوية بينهم من بعض قبل مباراة مهمة وحاسمة للقب بطولة الدوري العام وبالتالي زي ما حراركم شايفين كل المؤشرات في الصورة بتقول انها صورة قديمة اولا عمر النادي الاهلي على مدار تاريخه ما تم تسريب صورة او الاعلان عنها قبل ما اللاعب يتعاقد مع النادي الاهلي والنادي الاهلي هو اللي بيعلن عنها سواء على موقع رسمي او سواء في قناة النادي الاهلي وبالتالي الصورة واضحة ان هي بملابس شتوية مفيش حد من لجنة التعاقدات موجود امير التوفيق مش موجود في الصورة فقط اللي موجود في الصورة الحج محمد يوسف الحج محمد يوسف هو رئيس اللجان العليا للنادي الاهلي وهو احد المشجعين طبعا والمحبين للنادي واحد من الأعضاء داخل النادي الأهلي وبالتالي موضوع مجلي أفشى موضوع عالي تماما من الصحة من خلال قناة الأهلي بنقول لحضراتكم عليه أن ما فيش أي حاجة حصلت لما يتم الإعلان عنه إن شاء الله هنعرف من خلال قناة الأهلي وهنعرف من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي وهنعرف عن طريق لجنة التعاقدات لكن ارجعوا الوراء بالتاريخ كده وشوفوا هل النادي الأهلي مع أي اسم كبير أو حتى صغير هل تم الإعلان عنه قبل ما الأهلي يعلن هل تم تسريب صورة هل تم تسريب أي نوع أو خبر حتى أعتقد أن الكلام ده عاري تماما من الصحة لازم كنت أتكلم ووضح لحضراتكم علشان عندنا مباراة مهمة لازم كلنا نركز ما فيش أي حاجة تحصل غير لما نخلص المطشين على خير مطش المقاولين والزمالك هعيد تاني وقارر وقول من إمبارح مطشين ليهم علاقة بعض مطش المقاولين مطش الزمالك مطشين مهمين جدا 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 مطش المقاولين إذا كان مهم بالنسبة للقب بطولة الدوري فمطش الزمالك مهم أيضا علشان القمة الخاصة بين الأهلي والزمالك جمهور الأهلي محتاج أنه يفرح محتاج أنه يفرح إن شاء الله بفوزه بلقب بطولة الدوري وأيضا بفوزه على نادي الزمالك المنافس المحترم المنافس اللي مكمل معاه في بطولة الدوري لحد آخر نفس وبالتالي إن شاء الله نتمنى التوفيق للعيبة النادي الأهلي وكل التوفيق للطرفين المقاولون والأهلي اثنين مدربين على اعلى مستوى اثنين مدربين محترمين اثنين مدربين هيلعبوا للفوز الافضل والاحسن هو ده اللي هيفوز